واشرح رئيس الوزراء طبعا أنه احنا بنجيب مصادر الطاقة بنجيبها بالدولار الدولار عندنا فيه مشكلة فلازم تغلى فلما تغلى لازم أغلي على المواطن إلى آخر لم يتبنى رئيس الوزراء موقف المواطن هو تبنى موقف الحكومة طب أنا بقى هو بقولك ايه أصل المترو لما بيعتل وكتع الغيار وكتع الغيار غيره طب ما أنا التلاج عندي لما بتبوزه بكتب لها كتع الغيار ما هي كمان غلية علي طب ما أنا الدواء غلية علي طب ما أنا المواصلات غلية علي ما البنزين غلية علي طب هو أنت بتيجي بقى في يوم الأيام تقولي والنبي إعفاء ضريبة 30% ما بيحصلش الحقيقة أنه المواطن شال الشلة كلها ما كانش عند الحكومة حل غير أنها تزيد من الأعباء على المواطن ما فيش فكر آخر ولما قال طيب والناس بتسأل عن رؤيتنا الاقتصادية وإلى آخره أنا أصلا مستني لحضرتك وعدتنا بيه أن أزمة الدوار ستنتهي في القريب العاجل جدا أنا بيتش فاهم يعني الأزمة هتنتهي في القريب العاجل جدا ولا حاجة بتقول التحسن هيبقى في عشرين خمسة وعشرين النهاردة كان كلام رئيس مجلس الوزراء أنه هذه الأزمة يعني هيتم حالتها كده عشرين خمسة وعشرين وبرضه استخدم نفس العبارات في زمن مدني قصير في مدى زمني قصير يعني ما بقتش فاهم مش عايز أقول بس يعني إيه تاني مرة أخرى لشخص الدكتور مصطفى مني كل احترام وتقدير إحنا مختلفين في طريقة التواصل إحنا مختلفين أن أنا مش عارف أوصل لحضرتك الشرع بيقول إيه الكلام كده يا جماعة بقى كتير فكل طلبي بهدوء إحنا في مركب واحدة وإحنا مع بعض إدعينا وفهمنا عشان إحنا نساعدك إن إحنا نفهم الناس لكن مش معقولة الكلام بقى وان ما نشوه كده وخلاص طيب هنعمل إيه في مشكلة الدلار اللي حيك وعدتنا أنها تحلف القريب العاجل جدا المستمرين في الطروحات وإحنا عملنا الرخصة الزهبية ما أنا عارف إحنا قلنا الكلام ده مئة مرة في الطروحات بقى بيعنا إيه وجاب كم دولار غير صفقة حشان طلعت مصطفى الرخصة الزهبية دي اسمها تسهيل تسهيل فكرة الاستثمار يعني أنا لما أجأ استثمر ده قرار اسمه مليار دولار هيدخل مصر هعمل بيه شركة هعمل بيه مصنع عايز موافقات سهلنا النحية الإجرائية لكن طبقة المهمة الأساسية هي دعوة المستثمر وإقناعه أن يجي مصر ترجمة نانسي قنقر